العسكرية على أرض الواقع سنشاهد هدوء نسبي ولكن تجدد القصف على مريبول وإعلان القيادة الروسية عن تعيين قائد جديد للعمليات العسكرية في أوكرانيا يوحي بأن هناك دم جديد يدخل هذه القوات وأن هناك سعي حسيس الآن من فلاديمير بوتن لتحقيق أهداف العسكرية برغم من فشلها على مدار الأيام الماضية وعدم الاعتراف بهذا الفشل كل طيلة تلك الأيام الماضية إلا أنه فيها نهاية كان هناك تغيير كبير في القيادات وكان هناك أحاديث للصحافة العالمية بأن فلاديمير بوتن طلق تقارير مكذوبة ومغلوطة وهو ما دفعه لجعل رئيس المخابرات الروسية قيد الإقامة الجبرية ولكن يبدو بأنه يحاول الآن استقدام القادة العسكريين الذين خدموا في سوريا والذين قاموا بعمل جرائم كبيرة ومجازر بحق أبناء الشعب السوري والآن يدفع بهم للأراضي الأوكرانية في محاولة لإقامة مجازر جديدة وتحقيق أهداف روسيا في هذه الأرض